إنت لما أخذت قرار اعتزال إيه اللي إنت خدته في زيناك إن إنت الطريق التاني اللي كنت هتخذه وتمشي فيه تدريب لأن أنا من زمان يعني أنا برائب المدربين اللي بيضربوني من زمان وفاكر حاجات ليهم إلي الآن يعني من السبعينات أولي السبعينات فاكر المدرب ده كان بيشتغل إزاي والمدرب ده كان بيشتغل إزاي وكان بيتعمل لنا إيه فأنا فاكر الكلام ده وكنت بتابع الكلام ده وأنا دارس طبعا أنت عارف طبعا طبعا فدية كانت خطوة مهمة جدا بالنسبة لي اللي ساعدني فيها بصراحة أخويا وصاحب فضل كبير جدا علي يا كابتن مصطفى الله يرحمه كابتن عزم بجاهد يا الله يرحمه كابتن عزم كان شخصية جميلة كان شخصية محترمة وكان بيحب نديه في بلده خير جدا صاحب صاحبه يا كابتن يساعد أي حد الله يرحمه يعني كسر ظهرنا بصراحة يعني كابتن عزم هو اللي أخدني معاه الإمارات وعلى طول روحت في نادي الإمارات اللي بقى نادي الوحدة بعد دخلت خلاص بقى عالم التدريب وبدأت تدريب كنت بتلجس من كل التدريب لأنا عارف كنت بتعدي نفسك من بادري التدريب خبرة ولا فهلوة ولا دراسة بص يا كابتن أولا موهبة التدريب زي اللعبة ودي موهبة دي نمرة واحد نمرة اتنين الموهبة دي ضروري تسقل بالعلم ده ضروري تسقل بالعلم لأن علم التدريب يعني بش فهلاوة لا لا علم التدريب ده علم متصل بست سبع علوم تنينيه طبعا طبعا خبال حضرتك طبعا فانت ضروري تبقى ملم بكل ده ودارس كل ده بشكل جيد جدا وعندك وعي بكل ما يخص علم التدريب ده ده يبقى الموهبة الدراسة والتأهيل العلمي في المجال والتأهيل العلمي برضو مهم جدا انك تبقى حاصل على شهادة عالية عشان تعرف تتعامل مع الناس بشكل كويس تعرف تتكلم لغة بشكل كويس لو انت مدرب منتخب يبقى عندك لغة تقدر تفاهم بيها كده والخبرة بتيجي بقى مع الشغل بعد كده لكن الموهبة الأساس العلمي نمرة اتنين بعد كده الخبرة بتيجي من خلال العمل بتاعك مين من ولادك اللي طلعوا على ايدي الكابتر حلم طبعا هم لعبين وأصبحهم مدربين كويسين لا ده كتير جدا مين قلنا كده واحد أو اتنين يعني أسامة نبيه ماشي مدرب كويس قوي كويس معتمة جمال مدرب كويس قوي محمد صبري مؤمن سليمان دول كلهم ولادي وهم عندهم 15 سنة لغة 20 سنة عندكش حاجة بسموحة لا طبعا ده سامي ده سامي يعني معايا كمدرب كان معايا كمدرب ولد أولا شخصية محترمة جدا نعم مدرب رائع جدا فاهم جدا عنده ما عندوش إنكار لحد ساعده حد ساعده أو حد اشتغل معه ما عندوش الكلام ده لأنه فيه ناس كتير جدا موجودة بتعمل كده ولد من الشخصيات المحترمة جدا اللي أنا بعتزي بيه وبحبه جدا وعلى اتصال بيه مستمر على طول على اتصال معنا طبعا جدا ولد محترم بشكل غير عادي ومدرب ده اللي أنا بعتبره يعني فيه جيله نمرة واحد طبعا جدا